بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وقائد الغر الميامين إلى الحظ المبين أما بعد بادئ ذيبت نعتذر لإخواننا الكرام عن هذا العطل أو هذا التأخير وكان ذلك بسبب عطل في المعدات ونحن الآن بصدد الحصة الثالثة من حصص تيسير التجويد أو التجويد الميسر وسوف نرى فيها إن يسر الله جل وعلا حكم الإضغام الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وكان في الحصة الماضية درس عن حكم الإظهار وقبل ذلك نود أن نعتذر مرة أخرى لإخواننا الكرام لأن من المقرر أن تكون الحصة في الحادية عشر صباحا ولكن لسفرة كان الإخوان أو كان لا بد منها فتأخر وتأجل الموعد إلى الآن إذن كما قلت فالحصة الماضية كانت في الدرس الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين رأينا فيها النون الساكنة ورأينا التنوين وكذلك رأينا الإظهار فالطالب إن كان على دراية بالنون الساكنة والتنوين فسوف نرى حكما آخر يترتب عن هذه الدراية ألا وهو حكم الإظهار وإن كان يعني ليس على دراية فيجد هذه الحلقة في هذه الصفحة صفحة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية يجدها من منشورات الأحد الماضي وسوف ننشر هذه الحلقات كذلك على صفحتنا على اليوتيوب وكذلك على صفحة الخاصة أبي سلمان يوسف على اليوتيوب كذلك ولكن هذا سيكون بعد تمام السلسلة أو قطع شوط كبير من هذه السلسلة إن شاء الله تعالى فنبدأ على بركتي على بركة الله أولا نرى الحكم الثاني عفوا الحكم الثاني وهو الإضغاب ومعناه الإدخال تقول العرب أضغمت السيف في غمده إذا أدخلته أقول أخذت السيف وأضغمته في غمده بمعنى أدخلته في غمده ونحن في دارجتنا العامية نسمي اللقمة من الطعام دغمة نقول أكلت يعني كليس دغمة ديالطعام بمعنى أضغمتها في فمي من هنا أتى هذا اللفظ وهذا هو يعني أصله من حيث العربية فأضغمت الشيء أي أدخلته ففي هذا الحكم سوف نرى إدخال وإدغام النون الساكنة ونون التنوين في الحروف التي تليها والتعريف من حيث الاصطراح كما يقول أهل التجويد يقولون هو إدخال حرف ساكن طبعا هناك تعاريف كثيرة ولكن اخترت أيسرها وأسهلها على الطالب فيعرفونه بقولهم إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني يعني يكون عندك حرف ساكن ثم يأتي بعده مباشرة حرف في كلمة أخرى حرف متحرك فندخل الساكن في المتحرك فيصيران يعني من حيث النطق حرفا واحدا مشددا يعني به شدة من جنس الثاني يعني يشبه الحرف الثاني وهذا سيتضح في المثال طبعا حروفه تجمع في قولهم يرملون تجمع في قولهم يرملون وهي الياء والراء والميم واللام والواء والنون ومعنى كلمة يرملون الرمل هكذا الرمل بفتح الميم هو المشي بسرعة مع مع تقارب الخطاب وذكر لعله ابن عاشر قال ورمل ثلاثا ثم مشي بعد أربعة فيما يتعلق بالحج فالحاج إذا كان يطوف بالبيت فإنه يرمل ثلاثا يرمل ثلاثا ثم يمشي بعد أربعة يعني الثلاث أشوات الأولى يرمل فيها إلا بين الركن اليماني والحجري الأسود فإنه يعني لا يرمل وإنما يمشي مشية خفيفة طيب هذا هذه الكلمة جمعت فيها حروف الإضغام الحروف التي نضغم فيها النون الساكنة إذا أتت بعدها يعني أن تأتي نون ساكنة أو يأتي تنوين ويأتي بعده حرف الرائي أو الياء أو الميمي أو اللامي أو الواو أو النون إذا أتى بعدها أحد هذه الحروف فإننا نضغم سوف نرى مثالا لنطبق عليه التعريف قول الله تعالى من يعمل من يعمل نكتبها أو ننطقها هكذا طبعا تكتب في المصحف هكذا مع شدة في الياء الياء بحرف يعني باللون الأزرق تكون فيها شدة في المصحف وتعمدت ألا آتي بكتابة المصحف لكي لا يكون عندنا إشكال اختلاف الرواية ما بين حفص ما بين حفص وورش فآتي بالكتابة عادية هكذا ليتضح المقال عند الجميع وسوف نرى كيف تكتب في المصحف في الأمذلة إذن هذا مثال تقريبي لنقرب 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 التعريف فتكتب أو تنطق هكذا كما هو واضح في الشاشة من يعمل من يعمل فنأخذ النون الساكنة وندخلها في الحرف المتحرك إدخال حرف ساكن في حرف متحرك الحرف المتحرك هو هو الياء هو الياء فنأخذ تلك النون وندخلها في الحرف المتحرك فيصير عندنا حرف واحد متحرك يشبه الحرف الثاني فصارت عندنا هنا ياء متحركة والياء هي الحرف هي الحرف الثاني وكذلك هذا يطبق على الرائي والميمي واللامي والواوي والنون إذن إذا اتضح عندنا هذا سوف نرى أقسام هذا الإضغام ينقسم الإضغام إلى قسمين وهذا راجع إلى الحرف المضغم فيه هذا الإضغام قسمه أهل التجويدي إلى قسمين هناك من قال يعني اختلاف في هذين القسمين هناك من قال إن حروف الإضغام بغير غنه إثنان فقط وحروف الإضغام بغنه البقية الأربعة وهناك من قال العكس المهم أن ندخل في هذا التفصيل لكي لا يكون ذلك صعبا على الطلبة طيب القسم الأول ألف إضغام بغنه هذا الإضغام يكون بغنه وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف كلمة ينمو إذن إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف الياء والنون والمين والوو أو يومن يجمعها العلماء في ينمو ويجمعونها في يومن وكل ذلك جائز ويوسر على الطالب أن يحفظ هذه المسائل لكي يطبقها طبعا هذا الإضغام يسمى إضغاما ناقصا يسمى الإضغام بغير غنه ويسمى إضغاما ناقصا لأن النون تضغم في الحرف وتبقى صفتها انتبه جيدا لتفهم هذه الحيثية النون أو أي حرف من الحروف رأينا في تعريف التجويد قلنا التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه أو إعطاء الحروف حقها ومستحقها حق الحرف هو صفاته الذاتية هو صفاته الذاتية إذن كل حرف له ذات وله صفات هذه الصفات لا تنفك عنه بها تقوم ذاته فمثلا من صفات حرف الطا كما ذكرنا الاستعلاء استعلاء اللسان استعلاء جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى يعني إلى أعلى الفم نقول طا طا لو اختلت هذه الصفة لصارت تا تا لصارت حرف التا فبهذه الصفة نميز بين الطاء والتاء وهناك صفات أخرى ولكن هذه أبرزها بين التاء والطاء وبين الصاد والسين مفهوم؟ كذلك حرف النون له صفة خاصة به أو هي مشتركة بينه وبينه وبين المين حرف النون عنده صفة الغنة وهي صوت يخرج من ماذا؟ يخرج من الخيشوم نقول نا ولكن إذا أغلقت فمي سأقول نا فيتغير أو تتغير إذا أغلقت خيشوم يعني أنفي سوف تتغير نبرة النطق بحرف النون لأن النون يصحبه صوت يخرج من الخيشوم هذه الغنة هي صفة النون في بعض الأحيان تضغم تلك النون وتظهر صفتها يعني لا تضغم صفتها وفي بعض الأحيان تضغم النون وتضغم صفتها إذا إذا أضغمت أي أدخلت نونا وبقيت صفتها يكون ذلك الإدخال ناقصا يكون ذلك الإدخال ناقصا لذلك سمي هنا إدخاما ناقصا لماذا؟ لأننا ندخل النون في الحرف ولكن تبقى صفتها بمقدار حركتين تبقى صفتها بمقدار حركتين بخلاف ماذا؟ بخلاف الإدخام بغير غنة فإننا ندخل النون وصفتها ولا تكون هناك غنة بمقدار حركتين إذن هذه الحيثية ظاهرة ننتقل إلى الأمثلة المثال الأول كما رأينا من يعمل فننطق هكذا ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات فيكون هناك إدخال لحرف النون في الياء مع بقاء غنة بمقدار حركتين والحركة كما يقول الأهل التجويد إما يحسبونها بقبض الأصبع ومن يعمل فتقبض الأصبع قبضه هذه حركة وهذه حركة ثانية بغير سرعة ولا بطئة بغير سرعة ولا بطئة يعني تقبض الأصبع يعني ليس بطريقة سريعة ولا بطريقة بسيطة هناك من يحسب الحركة بالألف فيحسبها بالألف كل ألف فهي حركتين نقول قال قال هذه حركتين قال هذا الألف هذا المد يسمى حركتين فيقول بمقدار ألف واحدة أو بمقدار ألفين أو بمقدار ثلاث ألفات أو ألف ونصف وكذا فيعبرنا بهذه المسائل فيما يتعلق بباب المدود المهم الحركة أنك تقبض أصبعك أو تبسطه مثلا نقول ومن يعمل فقبضت هذه الأصبعين من يعمل من يعمل فتبسط الأصبع أو تقبضه هذه الحركة إذن ندخل حرف النون في الياء فننطق بياء فقط الميم ثم الياء مي مي بدون نون لا توجد نون لا ليس هناك ذات للنون ولكن تبقى صفتها لهي الغنى نخرجها من من الخيشون من يعمل من الصالحة مثال آخر من وال من وال ما لكم من ولي ولا ولي ولا نصير من ولي من ولي فنقف على الواوي ونخرج غنة من الخيشون بمقدار حركتين طبعا هذه الغنى لا تكون ظاهرة جدا كما هي بالنسبة للنون ولكن تكون هناك غنة غنة يسيرة ثم طبعا هناك من القراء من قرأ بغير بغير الغنة هنا وهو 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 حمزة حمزة يقرأ بغير بغير الغنة يقول من يعمل من ولي هكذا كالإضغام بغير غنة كالإضغام في اللام وراء طيب أما بقية القراء فيقرؤون بالغنة مثال آخر من نعمة من نعمة تجزى من نعمة وهذا لا خلافة فيه بين ورش وحص مثال آخر مما مما فتكون هناك غنة بمقدار حركتين لذلك سمي إضغاما ناقصا ثم بالنسبة للأمثلة من كلمتين أو عفوا للأمثلة فيما تعلق بالتنوين قال الله تعالى وجوه يومئذ وجوهن نون التنوين وبعدها حرف أليه وجوهن يومئذ ناعمة مثلا أو وجوهن يومئذ خاشعة كلاهما وارد في المصحر مثال التنوين مع الواو أو شيء وكيل على كل شيء وكيل فنضغم نون التنوين في الواو وإذا قرأت بورش فإنك تمد بمقدار أربع حركات في مد اللين المهموز شيء وكيل فتمد بمقدار أربع حركات في اللين المهموز ثم بعد ذلك غنة بمقدار حركتين في إضغام التنوين في الواو ثم المثال الآخر مثال النون يومئذ ناعمة يومئذ ناعمة دائما تجد في المصحف تلك النون مكتوبة يعني في الأول النون في كلمة ناعمة مكتوبة وعليها شدة وعليها شدة مع الفتحة كما هو الحال بالنسبة لكلمة ناعمة ما هكذا تكتب في المصحف مع شدة دلالة على دلالة على الإضغام ثم النون لا تجد فيها حركة تجد فقط فقط النقطة فوق النون وفي بعض الأحيان لا لا تجد حتى النقطة فتكتب بدون بدون حركة ليس فيها سكون ثم آخر المثال عذابا مهينة عذابا مهينة فتختفي نون التنوين ندخلها لا نخفيها وإنما ندخلها ندغمها فتدغم نون التنوين عذابا مهينة الباء مفتوحة ثم الميم عذابا مهينة وهنا يعني تظهر تظهر الغنة بمقدار حركتين ملحوظة يجب إقداء إبقاء الغنة بمقدار حركتين هذا لا بد لا بد منه وإلا فيختل أو تختل هذه القاعدة ثم باء إضغام بغير غنة الإضغام بغير غنة وهو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف اللام أو الرأ أن يأتي بعدهما حرف اللام أو حرف الرأ وهذا الإضغام تام يسمى الإضغام الكامل ويسمى الإضغام تام ويسمى الإضغام بغير غنة لأن النون تدغم كليا مع صفتها كليا يعني تدغم مع صفتها مثال من ربك من ربك فانتبه ننطق بألمين ثم بعده مباشرة الرأ يعني بعد حرف الميم ننطق مباشرة الرأ وكأن النون لا توجد وكأن النون لا توجد من ربك من ربك الميم مكسورة من رأ مباشرة ثم ثم مثال لله ولكن لا يعلمون ولكن لا ولكن لا ننطق الكاذ ثم بعده حرف ثم بعده حرف اللام ولكن لا يعلمون طيب ثم ما يتعلق بالتنوين في عيشة الراضية عيشة الراضية فننطق كذلك بغير بغير غنة لو لاحظنا في الميم نقول مثلا مما مما فنقف بمقدار حركتين ولكن في اللام والرأ ليس هناك وقوف طبعا هناك وقوف وجه ضعيف عند عند أحد روايات ورش وهو الأصبهان طيب عيشة الراضية عيشة الراضية بدون وقف لا تقف ثم قوله تعالى قسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر قسم الذي قسم الذي فلا تقف على اللام وإنما تضغم تلك النور لذلك سمي إضغام تام ملحوظة الملحوظة الأولى لا يكون الإدغام إلا من كلمتين لا يكون الإدغام إلا من كلمتين لا يمكن أن تجد قاعدة الإضغام مجتمعة في كلمة واحدة لأن إضغام حرفين من نفس الكلمة يفسد المعنى سوف نشرح هذا واجتمع حرف الإضغام مع النون في القرآن في أربع كلمات فقط في أربع كلمات فقط نجد اجتماع حرف النون مع حرف الإضغام في القرآن الكلمة الأولى الدنيا لو لاحظنا النون وبعده حرف الياء النون ساكنة وبعدها حرف الياء إذن القاعدة إضغام هذا ما درسنا ولكن إذا كان الأمر من كلمة واحدة فإننا لا نضغم وإنما نظهر لماذا كما قلت سالفا إذا أضغمت حرفين من نفس الكلمة اختل المعنى فنقول الدوية وهذا خطأ الدوية خطأ يعني ما معنى كلمة الدوية سيتساءل المستمع إذن نقص حرف من كلمة ماذا ينتج عنه ماذا ينتج عنه اختلال المعنى وليس يعني ذلك في الكلمتين كذلك كلمة صنوان كلمة صنوان كذلك اجتمعت فيها هذا هذه الكلمة الثانية والكلمة الثالثة قنوان والكلمة الرابعة بنيان والكلمة الرابعة بنيان لذلك فلا يضغم الطالب أو القارئ إذا كان حرف النون مع مع هذه يعني مع حروف الإضغام في كلمة واحدة وتبت ذلك في هذه الكلمات الدنيا صنوان قنوان بنيان هذه كلها وردت في القرآن الدنيا وردت متكررة كثيرة جدا بخلاف صنوان وقنوان وبنيان يعني قليلة جدا ربما صنوان كلمتين قنوان كلمة واحدة وبنيان ثلاث كلمة أو أربع لا أذكر كم العدد والدنيا هكذا وردت معرفة لا يوجد في القرآن كلمة دنيا هكذا بدون ألف ولا وهذا من حكم الله تعالى لأن الدنيا يعرفها القاصي والداني ولكن من عرف الله تعالى في الآخرة وعرف ما ينتظره في الآخرة ذو عبرة لذلك الدنيا وردت معرفة لأن الكل يعرفها الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل وكل وكل يعرفها الملحوظة الثانية يحذر الطالب من تكرار الرأي زيادة على اللزوم عند إضغام النون الساكنة والتنوين فيه إذن إذا أضغمت النون الساكنة أو أضغمت التنوين فيجب عليك الحذر من تكرار الرأي من تكرار الرأي لماذا؟ لأن هذا يسبب يسبب ماذا؟ يسبب خشونة في النطق وليس من عادة العرب تكرار الرأي كثيراً فيقول فمثلاً عيشة راضية يكرر مرة واحدة عيشة راضية لأن التكرار هذا من صفات الرأي هذا من صفات الرأي قال تكريرها كما قال صفيرها سد وزاي سين قلقالة قطبو جدين واللين الواو والياء أو كما قال ابن الجزري البيت لا يحضرني الآن ابن الجزري صاحب يعني الجزرية ذكر بيتاً ذكر فيه اللام والرأ وبتكرير وبتكرير جعل هكذا قال وبتكرير في اللام والرأ وبتكرير جعل هذا هو البيت ذكر أن من صفاتهم التكرار ولكن لا تكرر كثيراً إذا كررت كثيراً فسد الحرف لا يجب أن يقول الطالب عيشة الراضية فيكرر كثيراً خطأ عيشة الراضية يكرر مرة واحدة هناك بعض الطلبة يمحق هذه الرأ عيشة الراضية عيشة الراضية هذا محق للرأ لا بد أن تكرر الرأ مرة واحدة فنقول في عيشة الراضية عيشة الراضية فيكون النطق سليماً وفي ذلك قال ابن الجمزوري قال ابن الجمزوري أو عفواً الجمزوري طبعاً في الحصص الماضية ذكرت بيتين أو ثلاث لابن الجمزوري يعني سليمان الجمزوري ونسبتها للجزري كان ذلك خطأاً فقط لتقارب الاسمين قال والثاني قال والثاني إضغام بغير غنه في اللام والرأ ثم كررنه والثاني إضغام بغير غنه في اللام والرأ ثم كررنه بمعنى احذر أن تكرر الرأ هذا هو المقصد وليس قوله ثم كررنه يعني كرر الرأ ليس هذا المقصد ولكن المقصد أن لا تكرر الرأ هذا ما تقرر في هذه الحصة وإن شاء الله في حصة أخرى ندرس حكم فاللننح Bijياتي ندرس حكم القلب ثم بعد ذلك الإخفاء ثم بعدها إن كان هناك من تلاوات للمتابعين فنستقبل تلاواتهم إن شاء الله تعالى على الرقم الظاهري على الشاشة نستقبل التلاوات على الرقم الظاهري على الشاشة لا نستقبل التلاوات على الصفحة لأن يعسر علينا أن نستقبلها في الصفحة وننشرها في أول الحلقة التلاوات سننشرها إن شاء الله تعالى في أول الحلقة نستمع إلى التلاوة تلاوتين أو ثلاثة أو أربع على حسب ما يتيسر وعلى حسب ما يسمح به الوقت ونهيب بالطالب أن يسجل تلاوة بغير مؤثرات صوتية ليتضح إن كان له شيء من الخطأ فنصححه وإن شاء الله تعالى سنحدد السورة التي سوف نتلوها لنصحح للطلبة إن شاء الله جل وعلا هذا ما تقرر في هذه الحلقة سأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه وارضاه وأن يديم علينا نعمة هذه الحلقات وهذه الخدمة سأل الله تعالى أن يعلمنا ما جاهلنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين